أربعة محترفين يلتحقون بصفوف منتخبنا الأولمبي في معسكر الدوحة التحق فجر اليوم الاثنين أربعة لاعبين محترفين بصفوف منتخبنا الأولمبي الذي سيشارك في بطولة الدوحة الدولية للفترة من 22 ولغاية 29 من الشهر الحالي ووصل إلى العاصمة القطرية الدوحة كل من اللاعبين هاني نصير لاعب نادي تريلبورج السويدي وماركو فرج لاعب نادي تونجو النرويجي ويوسف الإمام لاعب نادي ملمو السويدي وكذلك منويل إيليا المحترف في نادي فينتي الهولندي وكان في استقبال اللاعبين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم رحيم وإداري للمنتخب صباح مجيد وارتفع عدد اللاعبين المحترفين الذين تمت دعوتهم من قبل الملاك التدريبي لمنتخبنا الأولمبي إلى خمسة لاعبين بعد أن انضم أمس الأحد اللاعب علي حيدر المحترف في نادي ستوك سيتي الإنجليزي على أمل أن يلتحق عصر اليوم كل من اللاعبين مصطفى عمران وعلي الموسوي المحترفين فيه صفوف ناديي أتلانتا الإيطالي وعلي الموسوي لاعب نادي كوبنهاغن الدنماركي ليصبح العدد خمسا وعشرين وسيدخل كل من اللاعبين الملتحقين مع العناصر المتواجدة من اللاعبين علي جاسم لاعب منتخب الشباب في تصريح تلقيت عروض من الدوريات الإسباني والبلجيكي ومن الخليج أيضا وقريبا سوف أحسم هذا الموضوع مدرب منتخبنا الوطني في سوسكاساس يريد استدعاء أسماء أخرى لمعسكر روسيا أبرزها كرار نبيل وحسن عبد الكريم وذلك بسبب عدم قدوم آلي فاضل وأمير العماري وكيفين يعقوب لمعسكر روسيا بسبب قرارات السويد والدنماركي بمقاطعة روسيا ومن السفر عليها آخر تحديث لقائمة المنتخب الوطني خمس لاعبين يغيبون عن معسكر روسيا بسبب موقف الأندية السويدية والدنماركية وهم كل من كيفين يعقوب وآلي فاضل وأمير العماري غياب الثلاثي العراقي المحترف في السويد يأتي بنصيحة من أنديتهم السويدية والدنماركية خوفا عليهم من ردة فعل الإعلام والجمهور بسبب المقاطعة الشاملة مع روسيا الغائب الرابع فرانس بوتروس لعدم الجاهزية الفنية الغائب الخامس ميرخاس دوسكي بعد إصابة تعرض لها أمس في الدوري التشيكي الإسباني كاساس سيستدعي لاعبين محليين بدلا منهم في الساعات القليلة المقبلة حيث استدعى كاساس كل من حسن عبد الكريم ومصطفى محمد وكرار نبيل محمد خلف تعقبا على اختيارات كاساس تكلم وبأستهزاء كاساس أختار مصطفى النحمود أنا جدا متفاجئ ليس بالمعقول اختيار هذا اللاعب جاء من خيارات الامدرب كاساس أصلا مصطفى محمد غير محسوب على لاعبين كرة القدم فهو لا يوجد تمرير الكرة بصورة صحيحة وهذا من أبسط الأمور اشتركوا في القناة